نوع من التسريبات والتكهنات خرجت للعلن بشأن ما يدور في مدينة جدة منذ قرابة شهرين تنص تسريبات المسودة التي بثتها قناة الجزيرة على إشراك المجلس الانتقال المنقلب على الشرعية بدعم وتمويل إمارات في مفاوضات الحل الشامل مع ميليشيا الحوثي التي ترعاها الأمم المتحدة بالإضافة إلى إشراك الانتقال في التشكيل الوزاري المقترح مع احتفاظ الرئيس هادي بتعيين رئيس الحكومة والحقائب السيادية وعن التشكيلات المسلحة التي شكلتها الإمارات تورد المسودة بأنه سيتم دمجها في قوات الجيش الخاضعة لوزارة الدفاع اليمنية وستتكفل السعودية بالإشراف على الترتيبات الأمنية وترتيبات الانتقال الحكومي من الرياض إلى عدن بفريق سياسي وعسكري ولم تشر المسودة المسربة لطبيعة التواجد الإماراتي ومستقبله سواء في عدن أو في باقي الجبهات التي تخضع لها إذا ما صحت تلك التسريبات وارتضتها الحكومة الشرعية فإن الأزمة اليمنية ستدخل في تعقيد آخر يقول مراقبون إذ فشلت الحكومة في توحيد جهودها والعمل ضمن فريق واحد وهي محسوبة على طرف واحد فكيف ستكون الآن وهي مشكلة من فرق متنافرة بالأهداف كما أن تمكين الانتقال ذي النزعة الانفصالية في الحكومة الشرعية حتما سيستغله في صالح مشروعه وصالح الأجندة الإماراتية يضيف مراقبون